مرحبا اليوم راح نحكيكم عن المقنول الشهاية مالجهالي راح تجيكم عالبيت وهذا الريبورت اللي راح يجي معا جهالكم هو عم بيحكي عن شون هما يسوون بالمدرسة شون داي يصيرون الاحسن وشنو انو احنا نطلب من عدهم اللي يتعلموا فكل شي بالكرت مالتهم داي يشوفون يعني كاتبي عليه سو عدنا تلف اقسام اللي نحكي عليهم هسا راح نحكي على قسم الاول اللي هو شنو يسوون بالضبط كل يومية وعلى النجاح مالتهم فكوميكيشن كلابريت كلابا سيديسن كرم كريديتف تينكر سوف ديريكت لرنر وثاني خطوة راح تكون اللي جهالكم اللي عدهم مثل زيادة مساعدة اللي هما اللي عدهم اللغة الثانية اللي هي انجلينزي لغتهم واللي جهالكم عدهم اي اي بي سو هسا احنا بالقسم الرياضيات اللي هو قسم الاول من عنده اللي داي اكثر شي اللي داي يشتغلون عليه هو الارقام واللي تعدون من واحد للعشرة والنتائج اللغة على موض الرياضيات راح تكون شون يعدون الارقام والشون يفكرون بالشون يكتبوها شون يعني يعرفون الارقام بدون ما يعدون الشكل ما الرقم يعرفوه واضر سابجكت اللي اي ال اي اذا جهالكم ما عندهم اي اي ال اي هذا الشي ما عنده اي علاقة بتجهالكم وهسا احنا بالقسم الاول اللي هو اي ال اي ريدينغ القراية اللي هو عن شون الجهال يسئلون يجابون العوائل او يعني شنو الشي الرئيسي من السؤال اللي يسئلون والافكار اللي هما يسئلوها او يجابوها ويكتبون يعني يعرفون الاحرف الاحرف الابر كيس واللاور كيس يفرقون عنها وعلى قسم الاول من اي ال اي رايدينغ اللي هو كتابة ده اكثر ده ندرب على شون يكتبون مثلا شون يبدون الجملة شون ينتهوها همينه شون يحطون بيها المعلومات انو يعرفون المعلومات عمود يعرفون شنو بالضبط الجملة اللي يعرفون شون الجملة تبتي شون تنتهي وشنو المعلومات المهمة اللي يحطون بالجملة يعني تعلموا تطلع الجملة المفيدة اللي هما يريدون يقولوها فهذا الشي احنا تندرب عليه وعلى اي ال اي كتابة اثلاف اشياء اللي احنا ننفضل ونشوف اللي هما دي يسووها العدل هي الكتابة الشخصيا شون هما يكتبون وعن شون يبدوها وهمينا هما شنو يعني فكرتهم مثلا عدهم فكرة عن شي مثلا يكتبوها هاي فنساعدهم وهذا ذول ثلاث اشياء اللي احنا دي ننتبه عليهم وهمينا على اي ال اي لانجوج اللي هي اللغة تلاف اشياء اللي ننتبه عليهم هما الطفل شون يسمع ويحتي وشون يرجع الحيش شون هو يعني ديفتهم ويحتي كلش واضح اي ال دي هي اللي الجهال اللي يحتيون غير لغة من لغة الانجلينزية بهاي ينتبهون على الجهال الشون هما يحتيون ام مثلا من المدرسة تحتيو اياه هو انه ديفتهم عليها وديرجعها الجواب الصحيح واكو شوية معلومات المدرسة تضيفها الكم انه كل يومية تشيكون الجنط مال جهالكم الاوراق اللي بيها لازم تاخذوها الكم واكو اثنين اوراق المهمة بيها هي مال واجب انه جهالكم دا يتدربون على الواجب مالتهم وانتم توقعوه واكو مثل ورقة بيها احرف هذولا مثل فلاش كارت اللي انتم تدرسون وتدربون ويجهالكم واكو ابطالة مالماي لازم تكتبون عليها اسامي مال جهالكم طالة شاكتات ايشي تدزون ويجهالكم تحطون اسامي واذا جهالكم مريضين بليز خليهم بالبيت لحت ما يتحسنون وبعدين اتدزوها من الدواء واكو ورقة اللي مكتوب عليها ماي هومورك هذا بس من يدربون جهالكم على الثنين على الثلاثاربعاء خميس جمعة تسوون علامة الصحصح وبالنهاية توقعوها وتدزون هاي الورقة الوحيدة تدزون ويجهالكم على متاخذها المدرسة ايشي ثاني احنا ما نحتاجه لان هذول الاوراق كلها لكم اذا ورقة تحتاج توقيع او شي المدرسة تكون مأشرة عليها باللون الاصفر من شان توقعوها وترجعوها والاوراق اللي ادزكم ياها بها احرف اللي هي مثل الفلاش كارد لازم تدربون ويجهالكم على موت نشوف التغيير بهم وهم مثلا يتحسن مستواهم مثلا قل يقول ما يعرفون هذول الاحرف من يعرفون هذا المستواهم يصعد ليش لانه داي تعلمون الاسرع واذا حابين تتبرعون بالاشياء الصف مال جهالكم بانريد الكلينس مرتب كلينس البي كلوراكس كلينس مال تيشيو العادي او الالعاب للجهال شكرا جزيلا للكلشي ان شاء الله اكون كلش واضحة وياكم وثينكيو عالكلشي وثينكو عالا مساعدتكم معانا ومعا جهالكم شكرا